بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة عندنا المحاضرة الاولى في مراجعات الميت ترم لمادة الامي 106 اول امتحان عندنا هو امتحان الترم الاول 2015-2016 امتحان فيك من سؤال 5 عليه 30 درجة السؤال الاول بيكون اختياري mcq اول فاكرة بقولك the output of the following ما هو الاوبت من الامر ده طبعا الدلة الاولى ديت ده اللي اسمها commutative product الدلة ديت بعد تعديل المنهج مش موجودة ولكن انا هشرحها عشان لو جدت commutative product يعني معنى product يعني حصل ضرب انت عندك هنا raw vector في 3 ارقام صح الرقم الاولاني كام 2 ثم 4 ثم 6 معنى commutative product معنى ضرب متتابع يعني الرقم الاول ينزل زي ما هو الرقم الثاني هيكون ايه في الاوبت اضرب دول في بعض 2 في 4 بي 8 ثم الرقم الثالث يكون ايه حاصل ضرب اول رقمين في الرقم الثالث 6 في 8 بـ 48 يعني انت دايما بتحط الرقم الاول وتضربه في الثاني ثم حاصل ضرب الاثنين الاول وتضربه في الثالث يعني عمليات ضرب متتالية فطبعا الاوبت يكون بالشكل ده فقرة اثنين بولك زي اوبت اوف زي فالوانج ما تلاب كود برضو فيه كود بولك تطلع للاوبت بتاعه او ده امر بيعمل ايه اولا هنا فيه فيكتور فيه اربع رقم بس الرقمين دولت في صف واللي اثنين دولت في صف ثم حضرت لك هنا dot star معناها element of ثم فيه matrix تانية صفين برضو يعني انت عايز تضرب اثنين matrix في بعض صح عشان تعملها الاولى فيها ثلاثة وخمسة في صف لان فيه سيمي كولون ثلاثة وخمسة ثم تحت منهم سالب واحد واربعة دي هاته الاولى الثانية في ايه ثلاثة وواحد في الصف الاول ثم سالب واحد وسالب اثنين ايش معنا قلنا قبل كده ان السيمي كولون معناها ان ده صف جديد يعني كل واحدة من دولت صفين وعمدين لما يجي وحط لك dot star معناها اضرب العناصر المتمثلة يعني الاولان في الاولان يعني التاله في ثلاثة بتسعة ثم خمسة في واحد بي خمسة وسالب واحد في سالب واحد بواحد واربعة في سالب اثنين بسالب ثماني ما انا بدرب الاول في الاول والتاني في التاني والتالت في التالت واحد كذا فلان ان تاني ايه اللو dot star معناها element of يعني عمليات ضرب بما بين العناصر اللي هي في نفس اللوكيشة فالقوبيت هيكون الفقرة دي فقرة التالتة بقول لي ان الفاريابل دي هنا فيه متغير اسمه دي قيمته after this command يعني في الاول هنا ايه V في ايه فيها ارقام من واحد الى اتناشة بسكل مرة بتزود باتنين يبقى فيها كمبه واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة اخر حاجة هتكون 11 صح ما هو الرين جيبنا من واحد واقصى حاجة 12 بس اللي ان انت بتزود باتنين فهوصل الى 11 طب لما يقول لك ان T وانا كتب لك V end end يعني end معناها انه عايزك تجيب الاندكس بتاع اخر عنصر طب اخر عنصر هنا كام ما هو 11 صح يعني V end يعني end اللي ايه بها دلوقتي end معناها ان اخر عنصر هتلي رقمه لما يكتب لك V ثم كوس معناها ان عايزك تجيب قيمة العنصر الاخير يعني end معناها اندكس الاخير اما V end معناها قيمة العنصر الاخير فالاخير هو 11 اربعة which of the following is not valid في واحد من دولة كاسم متغير غلط اللغة لها شروط في دسمية المتغير الاولان ان ده صحيح لان ما فيوش حاجة هو لازم يكون فيه حروف وارقام وأندرسكور ويبدأ بحرفه ده ما فيوش مشكلة وده برض ما فيوش مشكلة بادل بحرف الاي ما فيوش حاجة غلط والثالت صحية اذا كلهم صح مفهومش ولا متغير يخالف تعريف المتغيرات الفقرة الخامسة يقول لك هاتي الاوبوت اسم متلاب كماند ده كماند عايز نجيب الاوبوت بتاعه فيه هنا متريكس فيها كم صف اتني وكل الصفة فيه عمودي الثلاثة والعاشرة في صف صح؟ وهنا فيه سيمة كلهم معناه ان فيه صف جديد فيه سبعة والثلاثة قلنا قبل كده ان ده اللي تصم معناه ايه؟ معناه ان انت بتجمع كل عمود بشكل مستقل تلاتة والسبعة عشرة والعمود الثاني تلاتة عشرة يعني هيطلع لك رو فيكتور كل قيمة فيه تمثل حاصل ضرب حاصل جمع عمود كل قيمة فينا تمثل حاصل جمع العمود الاول ثم ديها تحاصل جمع العمود الثاني فالأوبوت يكون بالشكل ده ده بالنسبة للسؤال الاختياري السؤال الثاني هنا بقولك عندك مجموعة من المتلاب command اللي هي ديت قالك هنا اكتب لي brief description يعني اشرح الcommand ده او اشرح دوره يعني انت من الاخر اشرح الاوامر دي السي اللي سي اختصار لكلين دي اللي بتعمل لك clear زي command window الcommand window بتاعت المتلاب ديت اللي بتمسح كل حاجة فيه اما الdis بامر طبعه قالك display matrix or text يعني ممكن يعرض variable ممكن يعرض text زي ما قلنا قبل كده السورت دي بترتب لك edge column of array يعني انت لو عندك مصفوفة اعمدة طبعا صفوف ما اعمدة فدي اللي بترتب لك كل عمود بشكل مستقل اللي كان يصورت edge column of the array in ascending order يعني بيكون الاصغر في الاكبر under return وبترجع لك array طبعا بنفس حجم الاولى ولكن sorting في الاعمدة الراند بتعمل ليه الراند لو انت قلت له الراند اتنين وواحد او اتنين واثنين معناها هيعمل لك matrix صفين وكل صف في اتنين value القيمة اللي هتحط هنا هتبقى قيم عشوائية rent اقتصار لكلمة random بتجيب ارقام عشوائية من 0 الى 1 يعني هتعمل لك matrix m في n يعني الصفوف هي m والاعمدة هي n وهيحصل لها distributed يعني هتحط فيها values random ارقام عشوائية من 0 الى 1 اما اجا اقول له clear x و y معناها هلغي او امسح two variable دولت من الworkspace اللي هم ايه x و y clear معناها يلغي لك clear variable x and y from workspace بالنسبة للسؤال الثالث السؤال الثالث قال لك write down اكتب لمثلابك expression مثلاب expression يعني اكتب امر بالمثلاب to interpret عشان تترجم edge of the following statements يعني دي جمل مكتوب قدامك بالماس عايزك تكتبها او تحولها بدل الالجبرا الى متلاب expression الاولى يعني هو امدي لك المعادلة كمعادلة رياضيات انت المفروض تحولها الى متلاب expression ده بدي احصل ازاي الاولى x تساوي لحد دينا فيش مشكلة انت عندك e اص ثم الاص سالب 15 اص 3 فالاول هاجيب الاص يعني اول مفروض اخلص الاص ده هاجي اقول سالب 15 طبعا بحط symbol بتاع الpower كده انا جبت الاص انت قلت سالب 15 power 3 ثم تحط ده cos بعنت وحط قبل منه كلمة exp exponent كده خلصنا الجزء ده تيجي تقول كده سالب 15 power 3 صح ثم cos وتحط ها exponent فانت كده خلصت part الاول من المعادلة زائت نيجي ل3 point 47 سهلا هقوله 3 point 47 بعدها في ضرب صح log 10 هم كاتب لوج 10 اللغاريتما 10 يعني واللغاريتما هفتح كوس وحطوله فيه 14 ثم زائد اظن ده سهلا 28 7 هنعاز اجيب الجزر التكعيبي اي رقم طالما هنا فيه جزر لو تربيع خلص هنعرف هنا فيه سكويرت الرقم ده هعمله power 1 على 3 ماهو ده الجزر التكعيبي لو هنا 4 1 على 4 5 1 على 5 بنت كده حولت ال algebra expression الى مثلاب expression بالنسبة المعادلة التانية قالك ان فيه W يساوي اظن سهل 1 زائد اي زائد الجزر التربيعي يعني سكويرت 5 ده البسط سكويرت 5 زائد 1 البسط ده هقسمه على 2 في باي خلي بالك ان هنا فيه 2 في باي فانا باج اقول 2 ضرب باي بس اما تكتب باي طبعا تكتب ها small بس عملية الضرب اللي تمت في المقام ديت حطها بين اكواس كده دي بحطها في اكواس عشان ينفذ الضرب ده الاول يعني يكون الضرب ده عملية مستقلة يعني هو يصف المقام وطبعا البس ايه هو خلي بالك من النقطة هنا هو ده كله على بعضه هو البس صح وهنا المقام فالمقام انا حطته في كوس فمعناها ده يتنفذ الاول وهنا في كسمة صح طب الاحسن تعمل ايه تم حطت كمان كوس كده اكبر عشان ينفذ البس الواحده والمقام الواحده ويجيب لك ايه كسم الدعلة ده لان انت لو محطتش كوس هنا يعني الاجابة ده المفروض في نقصة لو محطتش كوس هنا كده حوالين البس ما هو ينفذ الكسمة قبل ايه قبل الجامع فكده افضل تب بالنسبة للفقرة التالتة اتنين على تلاتة حط انا في كوس عشان ينفذ الكسم ضرب 6 6 في 7 اوس اثنين 7 اثنين يعني يعني 7 باور اثنين ممكن تعمله بالشكل او تقول في دلة اسمها باور بتديها الاساس والاوس يعني باور دلة جاهزة معناها 7 اثنين خلاص فهو يعمل هي اسم 2 على 3 ويدرب ده 6 ويدرب ده 7 اثنين نيجل هنا يعني سال باور 5 قلنا الكوس عشان يصف الجزء لوحده على خلي بالك المقام محتاج كوس لوحده بتاع الجزء ده هجا اقول باور 7 ويد 3 زائد 165 الاقواص بتخلي ترتيب المعادلات تنفذ بشكل صحيح هنا البسط في اكسين 10 بس خلي بالك حياتلك كده خطين ده معناها ابس ابس يعني ابس يعني لو رقم طلع بالسالب يخلي موجب فانا بقول له هنا اكس 10 وبعدين تحط قبلها كلمة abs اللي اختصار ده اسمها ابس كده احنا خلصنا البسط ثم عامل كده قسمة تجد المقام الجزر التربيعي لواحد زائد صاين قص سالب واحد في ايه طبعا قص سالب واحد للأكس تخلص اللي تحت الجزر الاو يعني هنا ايه عندك هنا فارياب اللي هو الواحد بقى ديت مش ايه دي واحد واحد صح زائد صاين اكس قص سالب واحد هجا قوله هنا صاين صاين للرقم اكس الصين قص سالب واحد يعني باور سالب واحد صح دا كهول تحط في كوس وتكتب قبل منه كلمة سكويرت هنا تكتب له سكويرت طبعا دا يحتبر المقام خلاص يبقى المقام كله تحط في كوس و البس اساسا هو موجود في كوس بس مكتوب قبل منه أبس المعادلة الأخيرة سالب بي مرة بجوجب ومرة سالب فانت محتاج تكتب الحل دا مرتين يعني هو هنا انت سالب بي زا سكويرت لبتر بي يعني باور اثناء ناقص أربعة في اسي طبعا انت عشان تضمن ان البس يخلص لوحده تقوم حط ما بين كوس ليه عشان هو دايما لو محط كوس هينفز الضرب والقسم قبل الجمع والطرح فهيأخر موضوع زا بي دا طب المقام اثنين في ايه حط في كوس اضمن وريح نفسك طبعا وهنا حط لك مرة موجة بمفروض يحط كمان حل ويخلي مرة موجة بمرة سالم السؤال الرابع عليه تسعة من تلاتين قال لك انت عندك حاجة اسم الساعة لاثنين كاباستور الكاباستور هو مكسف كهربائي بيكون موجود في الدوار الالكتروني كل واحد من الكاباستور دولت عنده حاجة اسمها كاباستنس لو دان عنده سي وان وتان عنده سي تو يعني كل واحد عنده قيمة تسمى الكاباستنس او الساعة الاثنين دولت لو توصلوا بشكل برالل يعني كده فالتوتل للاثنين التوتل الكاباستنس للاثنين مع بعض اذا توصلوا بشكل برالل هيكون سي وان زائد سي تو يعني المعدلة الاولى ان مجموع الساعة للاثنين اذا توصلوا في حالة البرالل هيكون الاولان بلاس التاني اما التوتل كاباستنس اذا الاثنين كاباستور توصلوا بشكل سيريس يعني بشكل متوالي ورا بعض زي كده لكن المعدلة هتكون التوتل كاباستنس في حالة السيريس قالك ان الاولان في التاني على الاولان زائد التاني يعني البسطة يكون الاول في التاني والمقام يكون الاول زائد التاني انت عندك معادلة في حالة التوالي ومعادلة في حالة التوازي قالك write matlab user defined function اكتب لدلة الدلة دية تيكس بتاخد الكاباستنس للاثنين كاباستور يعني بتاخد c1 و c2 ده اللي بتاخد c1 و c2 and return وترجع لك tpc اللي هي المعدلة الاولى وبترجع لك tsc اللي هي المعدلة التاني يعني بترجع لك الكاباستنس اذا توصله series والكاباستنس اذا توصله parallel يبقى انت اول حاجة هتعمل function أو del نعمل ده ازاي نفتح البرنامج انت عايز تعمل function هتيجي تقوله ايه هنيجي نقوله هنا home تحتها في new وانا في function الده اللي هيعملها هو automatic كتب لك كلمة function وهنا كتب لك end الده اللي ده هترجع لحاجة ايه ممكن قول هترجع ل tsc اللي هو الكاباستنس او التوتل بتاعها اذا كانوا متوصلين بشكل طيب الدلة هسمي ايه اولا انت ممكن تسمي اي حاجة هو ما قالكش اسم الدلة هو في اللي جابة هنا سمى الدلة كاباستنس خلاص يبقى الدلة ديت اللي اسمها كاباستنس هي بتاخد حاجتين بتاخد c1 كوما c2 هي بتاخد الكاباستنس للكاباستر الاول والكاباستر التاني طيب بالنسبة للدلة هي الدلة بتحسبلك المتغير الاولان اللي هو اسمه tsc وتحسبلك tpc tpc اللي هو مالو parall يعني الاولان زائد التاني الكاباستنس الاول بلس الكاباستنس للتاني اما الاولى اللي لو توصله سيرس اللي ايه بقى سيرس انه بيكون عندي الاولان ضرب التاني على قوس الاول زائد التاني ايه بقى هي هنا دلة بتاخد اتنين input وبتطلع اتنين output طبعا انتيجي تحفصها كده تحفصها في المكان اللي انت عايز تجربها فيه انا هحفصها هنا في الدي مثلا كده انا عندي دلة جاهز زائد خلاص راجع علي جابي في الفقرة التانية قال لك في الفقرة بي اكتب ماتلاب بروجرام برنامج برنامج عن طريق دلة الانبوت ثم تحسب التوتل parallel capacence تحسب التبثي ثم تحسب التوتل serious capacence اللي هي TSC احسب الاتنين دولار عن طريق مين عن طريق الدلة ثم يعني استخدم الدلة وخلي اليوزر معنى برومب اليوزر معنى خلي اليوزر انتر يدخل C1 وC2 لما اليوزر دخل C1 وC2 هحسب TSC و TPC عن طريق المعادلة ثم اعرض النتائج فالفكرة تأتي ازاي هنجي نعمل برنامج فنحن نحتاج ان نروح على الهوم ونقول new script او تكتب في command window ويندو هو هنا مش يحاسب يعني اول حاجة اعرف C1 ازاي اليوزر يدخل كما في C1 input وقال هنا enter C1 الرسالة مش مشكلة اي رسالة enter capastence of first capastor مثلا C2 يفعل ايه input صح وافتح قص وحط المسج اللي هي enter مثلا C2 يعني اليوزر كده تفهم انه المفروض اليوزر يدخل حاجته الكابastence الاول والالتاني ده انا عايز احسب TSC والTPC هون كاتب له هنا احط two variable اقول له هنا TSC وبعدين و TPC الاثنين variable هم اللي هستغلهم وهستدعي الدلة وابعت لها C1 و C2 انا كده عملت calling للدلة وعملت لها execution نفستها وابعت لها C1 و C2 هي هتجيب لك هنا الرقم الاول وهنا الرقم التاني خلاص انت كده ممكن تطبع النتائج ازاي تيجي تقول له ديسب امر الطبعة تعرضي ممكن تقول له هنا مثلا ان TPC او عايز تطبع الاولاني TSC از يعني Total Capacity لو كانوا متوصلين بشكل series واجه اقول له هنا مرة تانية ديسب اعريض للvariable اللي هو TSC ثم هعيد نفس العملية انا هتطبع مرة رسالة لل TSC ثم لل TPC الرسالة ممكن تحطها جملة Total Capacity في حالة Parallel او زي ما انت عايز وهنا اقول له TPC يعني انت اخد بالك ان الجمل ممكن اعدلها زي كده مثلا هيلك هنا Enter the First Capacity ثم Enter the Second Capacity هنا كاتب لك ايه Total Parallel Capacity is دي جملة ممكن تقديرها عادي انت منتش مقبرا على جمل معينة يعني انت بتجي تعرض Message ثم تعرض Variable خلابا انت كمان دي دلة هي كلها Small زي كده خلاص طب انت عايز تجرب الكود ده ممكن تاخد كوبي مش شرط انك تحفظ كده اهه وممكن تحفظ في ملف وتسمي هنا مثلا Test 2 مثلا أو Titney لو انا قلت له Titney شغل الملف لكن هو مش عارف Variable Titney لانا اصلا دلوقتي مش فاتح المجل لازم ارجع افتح المجل اللي فيه الملف فات اقول له هنا نفذ لت 2 اشتغل الملف قال لك Enter C1 قلت له 2 C2 4 جاب لك في حالة Series وحالة Parallel وكان ممكن تنفذ الكود بطرقة تاني انك تكتب الكود كله مع بعض وخلاص هي هي يعني ده التجربة يعني اذا ده سؤال عليه 9 من 30 السؤال بقى الاخير ايه Compute Average Temperature ده فيزيو في المنهج بالنص عايز نجيب متوسط درجات الحرارة ده بدي سهلة And Plot ورسم لي رسم بياني لل Temperature Data درجات الحرارة هتكون هي المحور Y Axis والTime بتاع Data هيكون في X يعني المحور السيني او X فيه Time والمحور العمودي او Y هيكون فيه درجات الحرارة ومدي لك هنا الجدول Time بالساعات من 1 ل4 والTemperature B Silesius أو C مديك 4 ركا انت مفور تكتب كوت ينشئ 2 Victor ويعمل لك هنا رسم ويجيب لك متوسط درجات الحرارة خدنا زيوه في المنهج في شابت الاربع طبع اول أعرف Victor اسمه Time وحط فيه القيم بتاحت من هنا وهعمل Victor تاني اسمه Tempes أو A وحط فيه برضو درجات الحرارة اظن اي مشكلة انت عملت 2 Victor واحد لدرجات الحرارة واحد للتي خلاص وبعدين هقول له هنا أفرج الأفرج عشان اجيب المتوسط فيه دل اسمها مين المين بتديها الفيكتور ده يجمع الارقام ويجيب لك المتوسط والمتغير هيكون موجود في الورك سباس نجي بال البلوت البلوت امر الرسم بقوله ان Time هو المحور السيني او ال X وال Tempes هو المحور ال Y ثم بعد ما عملت الرسم لتوله Title وحط لي عنوان طبعا انت تحط ده من عندك انت عنوان للرسم كلها اسمه Temperature Distribution مثلا اي حاجة ثم قلتوله اكتب لعالمحور الوفقي X label command بيكتب كلام على المحور الوفقي قلتوله اكتب لتايم بالمنت وعال Y label اكتب لتايم اكتب لجملة دي Temp Temperature بمكياس C او سليز او المقاول ثم grid عشان يجيب لك الشكل الشبكة getText getText ده اللي هو مش طلب ها في السؤال ولكن انت هتعمل ايه عشان ما تحط المقاول في اي مكان يكتب الرسالة دي لو عايز تجرب ممكن تجرب ازي كتير عشان تجرب ده مثلا انا عملت هنا time وعملت temps سأقول plot صح او قبل plot سأقول اننا عندي variable اسم average هستطيع ده اسم همين وقول هات المتوسط للtemp هو على طول جاب لك الافرج وطلع 24 طبعا الاركام موجودة من الجدوى قلت له plot وفي بعد plot لطول هنا حط لي time في المحور x والtemp في المحور y والtitel عنوان الرسمة قلت له temperature distribution طبعا هاتكملها ثم قلت له ان x label اكتب لي على المحور بتاع scene قلت له مثلا كلمة time و time ده مثلا minute ثم قلت له كمان اكتب لي على y label هي اكتب على y label اكتب لي temperature temperature و قلت له مثلا ايه نقط كده قلت له ده بمكياس درجة حرارة c c c c c c start dot ch c rus c a وانت ترجع تشوف الخطأ قال لك هو مش عارف حاجة اسمه ده كماند مش عارف لان انا كتبتها غلط ما هو بيدي لك اساسا فين الخطأ اما يقول لك اندفين يعني انت كتبت حاجة مش فهمة يقول لك اندفين يعني الامر ده لو خدته او انا هم جاي كده بالسهم هصلي عدد اكس ليبول واندفين رجع قال لك انا مش عارف حاجة اسمها y label نقص L وانت بتتعلم من كده y label مكتوبة غلط انتر تليه جاب لك الرسمة ازا كده على المحور الوف كتب لك time وهنا كتب لك ايه temp تمام وفوق كتب لك اللي انت عايز تحطه ودي الرسمة يعني هي مش مشكلة تعملها فهو مش مديلك في السؤال اصلا حاجات معينة هو بس عادك تعمل له plot يعني ده يكفي اما جيت تيكست تعمل ايه جيت تيكست عشان تكتب جملة اول ما تحط الماوس يعني دلوقتي انا عايز نفس الكود دهو خلاص الكود اللي هو ده حاجة اقول له كده مثلا ايه كومة عايز اكمل تحت زي كده عشان اكمل تحت جيت تيكست معناها المكان اللي هحطه في الماوس هيكتب لك الكلمة ليه temperature مع time enter الوقت انت عايز تكتب الكلمة هنا اضغط بالماوس انا قلناها بلي كده ديت بس يبدأ اللي هو امتحان الترم الاول لـ 2015-2016 بعد كده هنشوف امتحان الترم الصيفي لـ 2015-2016 طبعا الامتحان ده برضو مقسم الى ثلاث اجزاء الجزء الاول على عشرة من مية والتاني اربعين والتالت خمسية البرت الاول السؤال الاول بتاع الاختياري اللي هو على عشرة يعني هو البرت الاول هو السؤال واحد بس الاختياري هنا مديلك ايه قالك انا عندي متلاب command بيعمل ايه الساين بيحط في فيكتور اكس القيم ديت يعني ايه الامر اللي خلي اكس فيه الداتا ديت من خمسة الى الف كل مرة بيزود بكم بعشرة هو مديلك الريزلت عايزك تحط ال command اللي عمل كده صح ازاي تنشئ فيكتور الاركام فيه من خمسة الالف كل مرة بيزود بخمسة اول حاجة اللي هي ديت اكس تساوي خمسة الى الف مقدار الزيادة خمسة ده صحيح طب العناصر دي كم الالف على الخمسة فيه متين عنص يعني هنا فيه متين element ممكن اقول له اكس تساوي ليني سبيس اعمل فيكتور يبدأ من خمسة الى الف وهو فيه متين element يعني برضو دي كمان صح فالجابة هتكون اند بي فكرة التانية لو عندنا ايه عبارة عن ماتريكس صفين في ثلاثة عمدة طيب لما اجا اقول لك ايه خد بالك وهنا خلى لك رقم العمود محدد قلنا بلكاة ده command يعمل ايه ده معناه ان انا عايز اخد عمود اي عمود التاني يعني اجيب لك العمود ده فالجابة هتكون ان انا طلع ل second colon vector ان انا استخرجت العمود التاني فكرة التالتة لو عندنا اكس رقم زي كده وي رقم زي كده اقول لك هنا the output of the following متلاب code is one of the following اكسي تساوي سيل ده اللي تسيل بتخلي الرقم يطلع لفوق يقرب من الملنها يعني هي بتجبر الكسر بس الى اعلى y في 2.3 ايه هو الرقم الانتجر الصحيح اللي فوقه 2.3 التالتة سيل بتطلع لفوق الى انتجر الاقرب وfloor بتنزل لتحت يعني لو حطي لك هنا floor كنت هتحط 2 floor بتنزل لتحت ما هما الاثنين بيلغوا الكسر بس اما اطلع واما انزل سيل لفوق floor لتحت 4 بقول لك to generate لو انت عايز تجيب الماتريكس ديت ليه في ايه؟ خلي بالك ان هي فيها one one في الديوجونال في الكتر قلنا قبل كده ان في ده اللي اسمها i مش eyes هي i بس كده يعني حتى الاس تغلط وتحط له اثنين معناها يعمل لي متريكس صفين في عمودية واي معناها ان الكتر هو اللي يبى في وحاية لو انت جربتها كده قلت له eyes eyes غلط eyes كده تقول له اثنين غلط هي الامر الصحيح اي بس فالاجابة هتكون بالشكل ده خلاص فانت هتصلح عندك ديت خمسة بقول لك one of the following متلاب كود فيه امر في المتلاب round بيقرب ال x to nearest integer انت بتقرب باتجاه السالب مالا نهاية هي الفلور الفلور بتروح الى السالب مالا نهاية السيل بتروح الى مالا نهاية يعني بتطلع لفوق والفلور بتنزل لتحت اما الفيكس بتقرب الى الزيرو والراوند بتشيل اللي بعد البوينت ولكن مع تقريب اذا كان نص فاكبر السؤال الثاني اللي هو او البارت الثاني اللي هو عليه اربعين درجة اول سؤال فيه مدي لك هنا متلاب كود وعايزنا جيب الاوبوت خلي بالك ان الاحمر هو الاجابة يعني هنا العمود ده فيه ثمن اوامر همت عايزنا جيب ايه بقول لك what would be the output after executing the following متلاب commands يعني كل كماند من ده هنفزه هو للاوبوت اول واحد n يساوي من 6 الى 10 معناه ان هو هيطلع لفكتور كل مرة بيزود بواحد فيه 6 7 8 9 طيب بالنسبة للتاني الا يساوي 2 الى 30 كل مرة بيزود باربعة يبقى 2 6 10 الى 30 ده بالتالت x يساوي input وهنا فيه رسالة طبعا ده command هيطلع قدام اليوزر the first number is 1 ده command بيطبع رسالة عشان اليوزر يدخل value يعني الرسالة ده هتنطبع وانت هتيجي تدخل لان input معناها ادخل value طب هنا ده معناها comment قالك ان المتلاب ignore بيتجاهل اي حاجة بتيجي بعد علامة البرسنت اذا ده مش اوبوت ده هيجيب لك ده بيطلع كcomment في الكود طب لما اجقولك ان م تساوي 10 هنا سيمكنه 10 في صف 30 في صف ثالب 5 في صف يعني ده امر يعملك vector ولكن عمودي بالنسبة لفكرة 6 اول حاجة انت عندك x عبارة عن matrix فيها ثلاث صفوف صف الاولان في ايه 1 5 3 صف الثاني فيه 4 5 6 صف الثالث فيه 7 8 9 صح رجع عليك ان y هي عبارة عن ايه ان انا هاخد من x هاخد اي عمود العمود التاني طيب واي صف في العمود التاني نقطتين ده معناها كل الصفوف يعني انت عايز تجيب العمود ده اللي هو فيه يعني y هتكون ايه 5 5 8 فاليجابة هتكون كده فكرة سبعة الف سبعة ان انا عندي هنا الا فيكتور فيه اربع ارقام وبي فيه اربع ارقام لما اقولك زد فيه المينوم بتاع الا المينوم يعني الاصغر من اصغر واحد في دولت اكيد الاصغر اربع ثم الار تساوي الاكبر في الا من اكبر راح في دولت التمانية يعني ار فيها ثمانية وزد فيها اربعة جي تساوي الاكبر في البي مين الاكبر في البي التمانية لا سوري الا 12 اهو يبقى انت جبت مينوم وماكس وماكس طبعا مينوم يعني هتها الاصغر وماكس هتها الاكبر لما اقولك بقى ان y تساوي جي ناقص ار جي ناقص ار يعني 12 ناقص تمانية تطلع بكام اربع الفقرة الثامنة بقولك انت عندك دي عبارة عن ماتريكس ثلاثة في اتنية ثلاثة صفوف عمودية فايند بتعمل ايه فايند معناه هتلي انديكس العناصر اللي فيها ارقام ليست zero خلي بالك ان هو بيركاملك العناصر كده ده العنصر اولاني ده التاني ده التالت ثم ده الرابع خمسة ستة فانا هعمل له فايند يعني ايه هتعمل العمود تحطه اللي فيه ارقام العناصر اللي هي نان zero الاولان ده مش محتاجه لان ده zero اتنين ده اول عنصر هكتب له اتنين انا بكتب رقم العنصر ثم خمسة ليس زيرو خمسة العنصر رقم ثلاثة ثم العنصر رقم اربعة حط رقمه العنصر خمسة مش محتاجه ثم ستة في قيمة يبه هو احط رقمه يعني انت حطت ارقام العناصر اللي هي ليست زيرو فالأوبط في الاي هتكون كده طبعا هيكون عبارة عن ايه كولوم فيكتور بعد كده هنشوف السؤال الثالث اقل لك راية down اكتب المتلاب كود يعني اكتب الكود اللي يكافي H of the following statement يعني هو هنا مديلك اسئلة وعايزك تكتب اوامر صغيرة اقل لك what metlab command ايه هو ال command ال will show اللي بيعرض المسج دي عشان تعرض رسالة ما انت عندك الدسب صح او ال input بس على اي اساس اخد ايهم اولا انا هنا بقول لك enter your name انا عايز اجيب رسالة قدام اليوزر عشان يدخل اسمه فانت هتحطها عن طريق ال input يعني هاجه اقول له input وقول له هنا في الرسالة enter your name ليه ما عملتش دسب بس دسب بتعرض نتائك وانت عايز تعرض النتيجة ولا عايز تعرض جملة ادخال فدي جملة ادخال ومع انه وافي السؤال مش موضح يعني هنا بقول لك ايه begin your script with command انت بتبدأ ال script بتاعك بيه ببدأه دايما بعلامة ال percentage لانه بيكون بعدها ال comment تشرح اسم ال script واسم ال user والحاجات ده كلها يعني دايما اول حاجة في ال script بتكون ال comments اللي هي بتشرح ال variables وال date والرقم الطالب واسمه والحاجات ده كلها طيب لكن المتلاب command ده command بيعمل ايه بيعمل لك vector ال x فيها من zero الى اتنين باي كل مرة بيزيد باثنين باي على 19 قالك ده used بيشتخدم تcreate vector في مجموع من عناصر طبعا من zero الى اتنين باي قلنا ده الحد الادنى وده الحد الاقصى وده اللي بيحدد مقدار الزيادة قالك ده get the spaced number يعني انت هودلك ايه ان انا هجيب عناصر من zero الى اتنين باي قالك انت انا عازك تجيبلي عادل عناصر اللي موجودة في الفيكتور ده صح قالك get the spaced number between each number and interval and then rewrite قاعد كتابة this command يعني قاعد انشاء الفيكتور باستخدام ال in space انت عندك كم عناصر هنا هيبع عندك 20 ليه؟ ما انا بادئ من zero الى اتنين ضرب الباي اللي هي اتنين ضرب تلاتة بلونة 14 هو كل مرة بيزود باثنين باي على 19 صح؟ يعني هو ده range هيزود لك في كل مرة تقريبا تلت صح؟ ما هو اتنين باي على 19 تقريبا بالقال حسبة كده لو جربتها طلع لك ازا كده صح؟ يعني اتنين ضرب تلاتة بلونة 14 اتنين طلعت بستة بلونة 2 8 على 19 جاب لكين ايه؟ تقريبا ده مجدار الزيادة مجدار الزيادة ده هوت قالك ان انا بادئ بزيرو فالاركام هتطلع عشرين رقم طلع لك عشرين رقم كويس؟ انت بادئ من زيرو الى اتنين ضرب الباي كل مرة بيزود باتنين باي على 19 هتطلع لك عشرين رقم فالليس بيز ده نمبر هتكون كام عشرين طب لما تيجي تعمل ده بقى انت عايز تنشئ نفس الفيكتور باستخدام لينس بيز هاجه اقول له اكتف ساولينس بيز من زيرو الى اتنين باي وقول له هنا عادل عناصر كام عشرين وبالنسبة للمعدل اللي تقدر تحسبها الان هي عندنا يد في التوتوريال الاثنية الان هي ايه؟ الرقم التاني المقس الأولاني على كيو اللي هي مجدار الزيادة زائد واحد يعني انت تقدر تقول له ايه؟ اتنين باي مقس صفر على ده صح؟ يجي لك كام؟ احنا قلنا ايه؟ اطرح اكس اتنين ناس اكس واحد اتنين في باي مقس صفر يعني اتنين في باي على كام با؟ على مجدار الزيادة اللي هو اتنين في باي على كام؟ على تسحتاشر طبعا مقام المقام هيطلع فوق في البست طبعا ده هتروح معادية يطلع لك 19 قلنا دايما نبحث بده والاخر ازود عليه واحد يطلع لك 20 يعني المعادلة اساسة الموجودة عندك هنا هيد الرقم الثاني ناس الأولاني اللي هو الحد الأقصى ناس الحد الأدنى على مقدار الزيادة صف المعادلة زود عليها واحد فضية المعادلة اللي تقدر تحسب بها عادل عناصر لو انت عندك الحد الأدنى والحد الأقصى الفقرة هنا بقول لك create in chile row vector اسمه اكس هجي قول له اكس بيساوه اكس عبارة عن عناصر قال لك ان هي element equal to هي فائبة فيها الأرقام ال even اللي هي الايه الزوجية من 4 إلى 100 قال لك باستخدام ال line space أو colon operator اللي هو 1 أو 2 4 إلى 100 وانت كل مرة عايز الأرقام الزوجية فانت هتزود ب2 بسيطة من 4 إلى 100 كل مرة زود ب2 V قال لك لو عندنا matrix اسمها R فيها 3 صفوف 3 عمد قال لك انت شيء لواحد تانية اسمها Z create matrix اسمها Z قال لك فيها all the elements in the second through third column of R عايز نعمل Z فيها الأرقام اللي موجودة منين من السكند إلى السيرد كولوم يعني فيها ايه العمودين دولت بحنا خدناها برضو هجا قلوه ان Z تساوي هخلي الصفوف نقطة 2 والعمدة هقول له من إيه لا يعني عايز من العمود التاني إلى العمود التالت أما الصفوف عايزة كلها ممكن تحط له هنا 1 نقطة 2 3 ده معناها كل الصفوف أو تحط نقطة 2 خلاص ده يجيب لك matrix فيها العمودين دولت كله بالفقرة اللي بعد كده لك لو عندنا R فيها ثلاث صفوف وثلاثة عمده delete إلغي لي first through إلغي الصف الأول اللي هو ده عشان تلغي صف الأول بتختار الصف زي تختار الصف حاجة أقول له هنا ايه طبعا هي اسمها R انت عايز الصف الأول تم L1 أما الصف الأول عايزه كله هاجف الأعمدة وحط نقطة 2 ده معناها ايه كل الصف الأول يساوي وحط هنا empty قلنا ده معناها ايه انت بتعمل delete فانت كده بتلغي الصف الأول كل الفقرة دي هي تقول لك هنا نفس R هي نفس القيم قال لك find hatley number of rows and column دي سهلة فيه ده اللي اسمها size بتجيب لك عادل صفوف وعادل عمده size ده الر طبعا قال لي هنا كريت انشيلي 3 في 2 matrix اسمها z z z قال لك ان فيها diagonal element كلها one انا عندنا ده اللي اسمها i بدي له الصفوف والعمدة فهو يعملها لك 3 في 2 ولكن القطر هو اللي هيكون فيه ones اما البارت الثالث اللي هو عليه خمسين درجة من الامتحان اللي هو problem solving اللي انا بكتب فيه writing matlab good السؤال هنا بقول لك write matlab program اكتب برنامج ذات inputs inputs يعني دلة input اليوزر هيدخل three integers ثلاث ارقام من الكيبورد طبعا السؤال ده موجود في المانج and print is واطبع لي مجموحهم متوسطهم المجموع والأفرج والproduct حاصل الضرب قالك ال screen dialog should appear as follow يعني ايه يعني اللي يطلع قدام اليوزر هو ده يعني ده الاوبوت مع ال input يعني اللي يطلع قدام اليوزر رسالة the first integer is ثم second integer is ثم third integer is ده بيوضح لك شكل التنفيذ ده على البرنامج يعني انت لازم تلتزم بالرسائل ده تعالي استعمل code هايستخلي اليوزر اما يجي يدخل 3 ارقام سيطلع قدامه ماسيج معينة فانا ممكن اقول له هنا new script طبعا اول حاجة هتيجي تعرف متغير اسمه x عن طريق ده اللي اسمه input اليوزر هيدخل رقم الرسائل انت هنا مانتش مخير انت محتاج تحط الرسائل ده بالنص طبعا ده احسن لك انت خلص انت مانتش محتاج تفكر اساسي يعني نحط الجملة ده خلاص x يساوي input وقول اليوزر the first integer is انت هتدخل 3 ارقام عن طريق دلة input لان دلة input هي الدلة اللي بتستخدم في ادخال data من اليوزر عن طريق keyport طوله هنا ايه the first ثم زى second ثم زى third دخلتهم في x, y, z طبعا دلوقتي انت عندك 3 ارقام عايز تجيب المجموع هجيقول اليو ان الصم يساوي x plus y plus z وهجيقول اليو هنا ان الأفرج او المتوسط يساوي ايه بها يساوي الصم اللي هو المجموع على 3 و يتبقى عندي product حاصل الضرب بتاعهم يساوي x x ضرب y ضرب z كده انت خلصت ادي ال input ودي ال calculation ثم الطبعا هجيقول له this عرض لي الرسالة الاولى ثم this عرض لي ال variable اللي اسمه sum يعني انت الاول بتاعرض الرسالة اللي هي فين اللي هي ديت sum is صح؟ انا بحط لعمل السؤال sum is يعني الرسالة اللي انا هحطها كمان موجود sum is ثم بعد sum is هيطبع السم ثم هجيطبع له رسالة تانية للأفرج ورسالة تانية لل product هجيقول له هنا ان أفرج is هو هيطبع لك الجملة ديت ولكن ال variable اللي اسمه أفرج ولا هينطبع هنا ثم product هحطه هنا واجيقول له هنا ان product is صح؟ احط له جملة تعرف اليوزر ايه ده طبعا انت ممكن تحفظ ده وتشغله او ممكن تاخده كوب كده وتشغله مع بعضه لو انت عايز يعني يعني ممكن نيجي هنا كده وات على command window يعني مش بالضرورة ان انا احطه في file حطته كده الكود كله على بعضه enter قال لكين ايه enter the first integer ادي 3 مثلا 5 6 ام طبيعا لك ذات تحت بعضها بالشكل ده قال لك ان مجموحه 14 متوسطه كذا product اي المكان بقى الاخر طبعا دي فكرة مكررة السعادة الاخير منديلك هنا شكل plot خليباك ديت ايه عبارة عن 2 plot مع بعض واحد بيجيب لك دلة الصين x والتاني بيكون خد بالك ضط واحمر لون ضط واحمر ده بيجيب لك الكوزين المحور الصيني اللي هو الافقي من 0 الى 7 والمحور العمودي اللي هو ال y من 0 او من سالب 1 الى 1 صح هنا ده بادئ من 0 الى 7 وده بادئ من سالب 1 الى 1 والصين هو اللون بتاعه السلد العادي default اما الكوزين واخد لون red ضط حسب ما انت شايف يعني هو منديلك الاوبت بتاع السؤال كما قالك ان فيه جراف قدامك فوق بيوضح لك البلوت للصين والكوزين قالك ايه شو ابلوت وكمان مدي لك الفاليو بتاع الساين الساين بيكون لونه blue صلد شكل الخط اما الكوزين بيكون red ضط قالك هنا ضط طبعا وهنا شكل ضط ماشي خلي ضط والاكس ديبدأ من 0 الى 2 باي يعني هو ادى لك range من 0 الى 2 باي صح؟ فهو منديلك شكل الرسمة ومعلومات عنها قالك write اكتب لي اكتب الكود يعني اكتب الكود اللي ادي لك الجراف اللي فوق وادى لك معلومات قالك ايه انت الاول هتنشئ الفيكتور اكس صح؟ قالك انشئ create the vector for post function يعني انشئ ال اكس يعني اول حاجة اقوله ان اكس تساوي من 0 الى 2 باي صح؟ وكل مرة بيزيد بيكون باي عالمية باي عالمية قلنا احنا عايزين نشتغل من 0 الى 2 باي صح؟ ليه ديت؟ من 0 الى 2 باي طبعا هو قلت له هنا انه كل مرة بيزود بكام؟ بيتحرك بميع انت عندك تقريبا 100 او 101 عنصر ما هو انا بقسم باي عالمية عشان يزود باجزاء صغيرة فديت يعني هو مجدار الزيادة مش مدهولك فانت بتحطه حسب ما انت دارس في المنج حاجات صغيرة الواي هتجيب صين اكس ثم وي اتنين هتجيب كوزين اكس يعني انت اجيبت ال اكس ثم هتجيب الصين والكوزين تبقى لك هنا اكتب له كوت كمان اللي يعمل لبلوت للاثنين كارف صح؟ فهجوله هنا بلوت اكس وي وسكت معناها ان اكس وي هكون لونهم اللون الدفولت دي ما بيكون ازرق صلد بالنسبة للخط التاني ايه لك هنا اكس وي اتنين اخد بالك هنا اكتب لك ايه ار معناها رد نقطتين معناها دوت لو انت حطيت الشرطة دي معناها ايه صلد شرطين معناها داش يعني هو اساسا اللي اجابة بتاع حسب الرسمة ان ده دوت وليس ايه داش هو كتب لك هنا داش والاخر في الاجابة هو عامله دوت هنجح على المحور الافقي لكن ايه اكتب لي title حطي لي title عنوان للرسمة وحطي لي code to label x axis يعني المحاور اكتب عليها x label x اكتب لي على المحور السيني او الافقي x y label اكتب لي فوق على المحور اللي هو بتاع y اكتب لي sin x and cos x ثم title عنوان للرسمة ثم ده قلت له ان المحور الافقي axis معناها ان الافقي ياخد من 0 ال7 والعمود من سالب 1 الى 1 legend قلنا عشان تكتب بالنسبة توضح كل لون sin x ده للون الازرق هو بيقض بالترتيب cos x لللون الاعمى get text get text عشان اما تعمل click بالماوس يكتب لك مرة sin x ومرة cos x يعني دلوقتي انت في الاصل مشكلتك كزا تعمل x بيقيت الكود كله محتمل عليه هجقول له ان x تساوي من 0 كل مرة هتزود pi على 100 وايه وروح الى 2 ضرب مين ضرب الباي كده جبنا ال x y تساوي sin لمين لل x و y 2 تساوي cos لل x كده انت جبت الدلتين y وي 2 نجي نقول له plot قلنا plot هنرسم مرة بين x و y يعني كده رسمنا ما بين x و sin x ثم x و y 2 يعني x وcos x الرسمة التانية هكون لونها خط لونه احمر وخط dot كويس كومة وتقول له هنا x label x label معنى ايه؟ هنا انا عزى احط عنوان للمحور الخط الأوفيج اقول له عليه اكتبل x و كومة y label المحور العمودي يكتب له عليه مثلا sin x ثم cos x كده انت خلصت المحور x y تجي تقول له title وعنوان الرسمة ممكن اقول له هنا العنوان اي حاجة sin x أو sin and cos كده انت عملت العنوان كومة نجي للمحور لو تقول له هنا عندي command اسمه axis اقول له هنا ايه؟ ان المحور السيني بياخد من كام من هرجع للرسمة نشوف الرسمة فوق بياخد من 0 الى 7 صح بياخد 0 الى 7 ثم تجي تقول له بقى مسافة تقول له سالب واحد الى واحد هو فهم على طول ان الرقمين الثانيين للمحور بتاع y كويس طب لو ضغط enter بالشكل ده جابلك الرسم طبعا بعد ما عملنا الرسمة كده انا عايز اكتبين ايه؟ عايز اكتب هنا sin x وهنا cos x وحط هنا legend اللي بيحط لي اللون الاول يهدل على sin والتاني على cos فعملت ازاي؟ نفس الكود هو انا اجبته خلاص وامت ضغط shift و enter عشان انزل اكمل تحت shift و enter اكمل تحت صح؟ تقول له ايه؟ legend legend اللي بيستخدمه عشان اكتب له to message sin x عشان تطبع في المكان اللي انا هقول له عليه ثم هتضع بعد كده cos x اللي اتنين دولات هيوضحولك اللون الاول هياخد يدل على sin x والتاني على cos x ثم فيه دل اسمها get text get text بتحط كلمة sin x في الكليك بتاع الماوس او مرة ثم مرة تانية get text هعمل كليك المرة تانية هالخط الاحمر اقول له كتب لي عليه cos x get text بتكتب رسالة في المكان اللي انا هعمل كليك فيه بالماوس لو ضغط enter جاتلك الرسمة اول حاجة get text هنا قم تضغط يقوم كتب لك sin هاجه هنا قم ضغط يكتب لك cos ال legend هيتممكن تحركها وده من بياخد by default الاول الازرق ده لل sin هو بياخد بالترتيب ده ده اللون الاول هياخد الجملة دي والتاني هياخد الجملة التانية فطعت الرسمة بالشكل ده يبا ده سؤال طبعا ده سؤال مقرر يعني وعايزني اكتب الكود اللي انشق الفيكتور ثم اعمل two curves واعملهم هنا plot وحط كود عشان احط عنوان للمحاور وحط title للرسمة وكمان قالك place text حط لي text عن طريق ده لتجهز text وقالك ايه وقالك هنا مفروض على كل curve تعمله label label edge curve يعني كل label حطيلي عليه جملة عن طريق ده اللي قالك كمان write the code اكتب الكود اللي يضيف legend يعني legend يعني يميز الالوان عن بعضه كتنكونوا خلصنا امتحنين امتحنين اتمنى يكونوا واضحين وبالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر